نروح بقى مع حضراتكم من أخبار النادي الأهلي إلى الصحافة الرياضية هنروح على مقار جريدة الجمهورية حيث تتواجد زميرة العزيزة مريم سميح اللي هنتابع معها وتحكي لنا وتقول لنا بالتفصيل على أهم الأخبار في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وكمان هيكون لها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك العزيزة فضاني صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليكم بصبح على كل مشاهدة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقار جريدة الجمهورية زي ما أنت قلت بالضبط يا كريم وطبعا هيكون معانا لتحليل كل العنوين اللي معانا النهاردة والصدرة صباح اليوم الثلاثاء الأستاذ الناقد الصحفي حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية خلينا نبدأ بالعنوين اللي هكون معانا النهاردة من الجمهورية الأهلي يبحث عن الصدارة عبر المقصة ومن موابط أخبار اليوم محمد عبد المنعم يزين تشكيل الأفضل الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا ومن اليوم السابع تلات أهداف تفصل محمد صلاح عن صدارة هدافي أنديت إنجلترا في دوري أبطال أوروبا وأخيرا من موقع كورة تحديد موعد عودة نوير لحماية عريم بير ميونيخ طبعا هيتناقش معانا في كل هذه العنوين الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية طبعا نرحب بك أستاذ حسام على شاشة قناة النادي الأهلي دايما بتشرفنا وبتنورنا في عشر الصباح في الأهلي أهلا وسهلا بحضرتك وفي الزمنة فلسطوتي أستاذ حسام يعني خلينا نبدأ النهاردة مباراة هم الأهلي ومصر المقصة يمكن بعد غياب 58 يوم تحديدا عن الدوري ومشاركة طبعا أغلب لعاب النادي الأهلي في عدد من البطولات سواء كأس العامل الأندية أو طبعا بطولة إفريقيا ده ممكن يأثر إزاي على لعاب النادي الأهلي وممكن إزاي نشوف أداء لعاب النادي الأهلي النهاردة في هذه المباراة الهمة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم النادي الأهلي النادي كبير وإن شاء الله ما بقاش فيه تأثير عليلي إنه طبعا بيضم كوكبة متميزة من اللاعبين بجميع الأعمار المختلفة شباب وخبرة وشيء طبعا أن الأهلي بيبحث عن البطولة مرة أخرى أمام مصر المقصة ويحصل تلات نقاط وإن شاء الله نتمنى له الفوز بإذن الله وطبعا أكيد مسيمان اللي هو هيستعين شوية طبعا من اللعبين الجدد واللي طبعا ما شاركوش في البطولة الأفريقية عشان يدي راحة لللعبين الأساسيين في البطولة الأفريقية خاصة فيه سندونز جاية المباراة اللي جاية فإن شاء الله الفوز أمام مصر المقصة هيدي دفع معنوات كبيرة جدا للقادم إن شاء الله خاصة بعد المباراة اللي هي أمام السودان الهلال السوداني كان فيه الاتنين ببقى فيه تعادل فطبعا إن شاء الله هيسع للفوز وده هيبقى كمان يدوله فرصة كبيرة أنه هو شوف التشكيل الأساسي أو الأمثل أمام سندونز إن شاء الله فكل التوفيق للنادي العلي يعني يمكن الكاف كان لي قايمة الأفضل في دوري أبطال أفريقيا وكان محمد عبد المنم هو المصري الوحيد يعني اللي كان في هذه القائمة يعني شايف محمد عبد المنم ازاي شفنا أداء كبير جدا الحقيقة خلال مباريات طبعا دوري أبطال أفريقيا شايف اختيار الكاف لين هو يكون مصري الوحيد ضمن هذه القائمة ازاي شيء طبيعي شيء جميل جدا لمحمد عبد المنم ده بيحساب له كأول مرة يشارك وفي نفس الوقت تم اختياره ضمن أفضل التشكيل الأفريقي إلى جانب طبعا السودان والمغرب ده بيدي طبعا قوة لمصر وإن مصر فيها طبعا ما شاء الله نجوم صاعدين وده يحسب لكروش طبعا وإن ده هيدي دفعة معنوية برضو لكروش والجهاز الفني اللي معانه هم قادرين على أن هم فعلا يكتشفوا المواهب والنجوم اللي هيمثلوا مصر فيه الفترة الجدمة خاصة أن احنا بنسعى لتأهل المنديال وإن شاء الله بإذن الله تبقى بشة خير حتى نشوف كمان زيادة اللاعبين المصريين محترفين خارج مصر فكل التوفيق إن شاء الله لمحمد أمن يمكن عنون التالت اللي معانا بنتكلم طبعا عن محمد صلاح نجمنا نجم المنتخب المصري ونجم ليفر بول الحقيقة أن بيحقق رقم قياسي جديد فيه دوري أبطال أوروبا يمكن هو يعني بفانيلة ليفر بول أو بتيشرت ليفر بول يعني شارك فيه خمسين مباراة وسجل تلاتة وتلاتين هدف والحقيقة يعني أن تلات أهداف فقط بتفصلوا عن يعني الطوب وان يعني شايف الأرقام اللي بيحقق محمد صلاح فيه دوري أبطال أوروبا طبعا كلنا فرحانين جدا بالنجم محمد صلاح وإحنا شايفين أنه هو يعتبر أفضل لعب في العالم على الساحة ودي نتيجة طبيعية لتطور محمد صلاح اللي أصبح دلوقتي نجم النجوم زي ما بنقول كلنا طبعا هو خط كتير من المباريات مع ليفر بول خمسين مباراة من ساعة ما ارتدى التشيرت وحقق فيهم تلاتة وتلاتين هدف قدر أنه طبعا يدخل فيه مصاف اللعبين والهدفين الأوروبيين باللعيون طبعا أنهم حقق الموسم ده أنه شارك فيه سبع مرات حقق فيهم تمن أهداف وده طبعا وضعه في المرتبة التالتة بعد هيري وبعد كده ليفاندي فيسكي وهو طبعا بتمن أهداف عنه فإن شاء الله ده هيبقى دفعة قوية بحيث أنه كمان في خلال الهدفين طبعا اللي هو الدور الأوروبي عموما بقى في المستوى الخامس فطبعا إن شاء الله تلات أهداف تانيين هي يضعوه في القمة كل التوفيق لمحمد صلاح إن شاء الله يمكن أننا الأخير بنتكلم طبعا عن نوير يعني أفضل حارس مرمى في العالم يعني يمكن أن نتكلم كمان عن فكرة غيابه عن باير ميونيخ أو حراسة عرين باير ميونيخ هو الحقيقة أنه بعد جراحته بيحتاج لأربع أسابيع يمكن فات منهم أسبوعين ولكن خلال الفترة اللي جاية برضو يعني نوير مش هيكون قادر يكون موجود ده هيفرق إزاي خلال الفترة المقبلة لمشوار باير ميونيخ شيء طبيعي إحنا حتى في مجال الكرة بنقول إن الحارس هو يعتبر نصف الفريق إحنا شوفنا ما شاء الله محمد أبو جبل مع منتخبنا كان رغم إن بيحصل خسارة أو بنتراجع بها فهو الحارس بيقدر إنه هو طبعا شيء طبيعي بيعودنا خاصة بيأخذ خبرة كبيرة ولكن طبعا أكيد كل فريق عنده اللاعب الاحتياطي كان محمد أبو جبل الاحتياطي للشناو والحمد لله يعني بان بشكل وظهر بشكل محترم جدا إن شاء الله طبعا أكيد هيبقى فيه الحراس للبيرن هيكملوا المشوار وهي دي كرة القدم شيء طبيعي إن ده الدروبات اللي بتحصل اللي بتدي فرصة للصعادين إنهم مثبتوا نفسهم فإن شاء الله بإذن الله أكيد فيه صعادين آخرين من الحراس المرمع هيكملوا المشوار والعناوين إن شاء الله أساس حسام شكرا على هذا التحليل لكل العناوين اللي كانت معنا النهاردة دايما بتشرفنا وتنوارنا في عشر الصباح في الآن شكرا جزيلا شكرا ده طبعا يا كريم كانت تحليلتنا لكل العناوين الصحفية الصدرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر جاريت الجمهورية بشكرك جدا عودة ليك مرة أخرى دي أنا لبشكرك جزيلا شكرا زمانتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية وطبعا تحياتنا لديفك الأستاذ حسام الغرباوي